السؤال التالي حكم تاجر يبيع اللحم الحلال لمطاعم بها خمور ولحم خنزير هل بهذه الطريقة يعين على الإثم والعدوان الجواب عن هذا لك أن تبيع الحلال لمن شئت وأن تقبض ثمنه ممن شئت ولا يضر كما يفعله المشتري بعد ذلك عليك ما حملت وعليه ما حمل ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء لقد تعامل سيد المتقين صلى الله عليه وسلم مع اليهود في المدينة بيعا وشراء وأخذا وأعطاء وقد علم ما يشعب مكاسبهم من المحرمات إنه يقرأ في القرآن ويتل على الناس من القرآن قول الله جل جلاله وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأتلهم أموال الناس بالباطل نحن نبيه الحلال لمن شئنا الناس بعد هذا كل نفس بما كسبت رهينة بارك الله فيك